السلام عليكم يا دا كاترة. النهاردة هنتكلم عن جديدة. احنا اتكلمنا قبل كده عن النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الزايلة تول دا. الحاجة احنا كلنا بنشوفها كل يوم تعريبا. دي ممكن تعمل تسمم كبير في الجلاب. وممكن تخلي الكلبي موت. طيب احنا النهاردة بقى هنا نعرف ايه الحياة اللي فيها الزايلة تول دا. وازاي نتعامل معها وازاي الاونر نفسه نتعامل معها. وايه الميكانيزم بتاع التوكسيتي وايه الادوية اللي فيها الزايلة تول وايه الاكل اللي فيها الزايلة تول. كل دا هناعرفه النهاردة مع بعضين ان شاء الله. طيب احنا عندنا الطفل الجميل دا والكلب الجميل دا برضه. اللي اتنين ممكن ياكلوا حتى الجاتو. الطفل الجميل هيستمتع بتعم الجاتو الجميل جدا. اما الكلب دا هايستمتع برضو بس ممكن يموت. طيب ليه? ايه اللي حصل? واحدة عمال يأكل وحب يموت. فالنهاردة جاينا نتكلم بقى عن الزيتول عشان نعرف هو ايه اللي هموت الكلب ده. هنتكلم في الديفنيشن التوكسيستي ميكانيزم. طيب اول حاجة هو ايه الزيتول ده? وايه هو شكل التسامن بتاعه او الكاركتر بتاع التسامن بتاعه. الزيتول ده سكر خميس الكربون. بنستدامه كايه? كمحلي. في اللبان في الكانديز. اه الحلويات. المغبوزات. في الزبط الفول السوداني. في الادوية. لازم يكون كاداكات اللي عارفينه الدواء ده. لو فيه زيليتول ما ينفعش هتديه الكلب عشان ممكن يموته. طيب. ده شكل الزيتول وده شكل الجولكوز هم الاثنين قرابين من بعض جدا. هم الاثنين طعمهم حلو. طيب. احنا الزيتول ده ممكن نليف اين? زي ما قلنا في اللبان. في الكانديز. في الزبط الفول السوداني. في الجاتوهات او المغبوزات المسكرة. وفي المعجون السناني. وهنتكلم في الادوية بعدين. طيب. الميكانيزم بتاعت اكسيستي بتاعته. شغال ازاي? ده سكر. او جولكوز او حجم سكرة او زيليتول. ايجي الطفل او البني ادم اللي اكل السكر ده او الجولكوز ده. يخش المعدة بتاعتنا او بتاعتنا وبعد كده يروح الدم. على شكل جولكوز. احنا كدنا حجم مسكرة. وصلت لمعدتنا. انتصت عن طريق الانتستين. راحت للدم في سورة جولكوز. طيب. الجولكوز ده هو مصدر للانيرجي. هيروح فين? انيرجي دي المخ محتاجها البريين المصل. سواء حتى الفات بتاعت الجسم بتتخزن فيها عشان ما كده تتكسر. طيب. حلو جدا. ايه الطبيعي? ان احنا لما ناكل جولكوز لما الكمية اللي بحتاجها الاعضاء اللي احنا قمناها دي تخلص وتاخد كل عضو ياخد الكمية بتاعته اللي محتاجها. البنكرياس يبدأ طلع الانسولين عشان يكسر السكر او الجولكوز الزيادة في الدم. ده طبيعي. طيب. لو بقى البني ادم كان الزيليتول زي الحياة اللي احنا قلنا عليها. البنكرياس مش جغبي. بيعرف فرق الجولكوز عن الزيليتول. اللسان نفسه ممكن يتخدع. يعني اللسان احنا ممكن مراش يفرق بينهم. طيب. البنكرياس بقى بيعرف يفرق بينهم. فبالتالي مش هيطلع انسولين. فبالتالي مفيش جولكوز هيتكسر. ده طبيعي جدا. نبقى ده بنكرياس ذكي. سمارت بنكرياس. في الكلابة البنكرياس تحوم غبي. هو بيعرفش يفرق بين الجولكوز وبين الزيليتول. فلما الكلب تاعك ياكل لبان او زبدة فول سوداني او حاجة مسكرة مع مغبوزات. يأكل معجون السنان او يخسر سنان معجون السنان عشان كده بنقول. بلاش نخسر سنان الكلاب بمعجون السنان بتاعنا احنا. ده عشان فيه زيليتول. ممكن يموت. طيب. ليه البنكرياس بتاعه بقى? هيروح مخرج الانسولين. ده ده بنكرياس غبي. طيب. انا كلت دلوقتي. الكلب بكل دلوقتي اللي بانه. راح البنكرياس بتاعه يطلع انسولين يكسر الجولكوز. طيب. هل فيه جولكوز اصلا كان زيادة في الجذب? ده. الاجابة لا. فيش جولكوز ده في الجسم. طيب. ايه اللي هيحصل? لما البنكرياس ده يطلع في نورمال ليبل في الجولكوز اصلا في الدم. هيبدأ يكسر الجولكوز اللي في الدم. فبالتالي يحصل هايبو جليسيميا. طيب. هايبو جليسيميا دي هتعمل ايه هايبو جليسيميا دي هتروح تأثر على كل الارجنز اللي احنا لسا نعليها. يعني هتروح للبريين. يخلي حيواني يحصل تشنج. هيحصل ليسرجي. تخلي خلايا المخ تبدأ تموت وبالتالي الحيوان نفسه هيموت. تروح للمسل هتعمل فيها وقت اكسيا. الكلام ده ممكن يحصل في خلال اول نص ساعة لحد اول اتنشر ساعة من من تناول الزيتول. طيب بعد اتنشر ساعة لتمانية واربعين ساعة ومحصلش اي من دكتور او من صاحب الكلب فالحيوان هيبدأ يحصل له هباتو تكسيس. ده في خلال اتنشر ساعة لتمانية واربعين ساعة. اللي يبقى تكسيس دي هتعمل ايه? هتعمل اكترس. هتلاقي حيوان بدأ يصفر. يحصل ترجيع. يعني ممكن عنده سيولة الحيوان ده. لو تعور ممكن يبدأ ينزف. طيب. ايه علاقة الكبد بالسيولة? دي معلومة على جنب بس كده. الكبد بيخلق أشهرهم ده هنتكلم عليه في الآخر. هو رقم اتنين. طيب. هو ليه? ازا يتقول ده بيخلي الكبد او الليفر يحصل فيه مشكلة. عشان حاجتين. اولا هو تقريبا بيستنفذ اللي في الليفر عشان يحصل ميتابوليزمي الزيالي طول. فبالتالي الخلايا الكبد الفنكش بتاعتها هتقل ويحصل في نكروزيس. وبيحصل تخليل الاكسوجين. الاكسوجين ده هيضمر بتاعت الخلايا وهيحصل في الفنكشن بتاعت الليفر. الطبيعي ان انت هتلاقي ان ضربات القلب عادية ريزبيراتوري ريت عادي. النورمال تيمبريتشر. دول مش هتأثر قصلا. هنجمعها تاني. هيحصل تشنجات. هيحصل ممكن الحيوان يموت. طيب. ايه الكمال محتاج للحيوان عشان يحصل المشكلة? بيقولك ان لو الحيوان وااخد خمسة وسبعين لمية ميلي جرام من الزيالي طول. هيبدأ يحصل له هايبو جليسيميا. هتشوف الاعراض اللي هنجمع عليها. لو اخد اكتر من خمس ميت ميلي جرام هيبدأ يحصل مشاكل الكبد. اللي بناية الوحدة او قطعة الليبان الوحدة فيها تقريبا الف ميلي جرام من الزيالي طول. يعني تقريبا ممكن تتموت كلب. يعني اوصلنا الالف دي عالمية اللي هي الدوس بتاعت التوكسيستي. هيدين عشرة كيلو. يعني لو كلب عشرة كيلو وكل لبانة ممكن يموت. ايه الحاجات اللي فيها الزيالي طولت? هنقولهم تاني. الليبان. الكاندي. الايس كريم. زيدة فوري سوداني. الحياة المسكرة للمخبوزات. اه الاصول الفم. اللي انعناع اللي بيباع في المترو او في الاوتوبيس. بعض الادوية بتاع اللي فيها الجبابتن. يعني فيه ادوية. احنا كده 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 ممكن نكتبها ليلة صرع. ممكن تخلي الكلب يموت. عشان فيها زيالي طول. فلازم بقى عارفين. الدوة ده لو فيه الجبابتن. اتأكد بس منه انه فوج الزيالي طول. دي شوية حاجات كده اهو. ممكن نتكلم فيها. يعني منتجات فيها الزيالي طول. يعني زبدة فوري السوداني دي هتلاقي مكتوبة اهو تحت. من مقوناتها الزيالي طول. معجون السلان كريست ده هتلاقي هنا اهو. في الزيالي طول. الدوة ده اللي فيه جوابتن ده وعملت هنا فوكس او زوم. تلاقي هنا اتنين جرام زي اللي تقول. فلازم كدكتور تتأكد من الدوة اللي انت هتديه. عشان ما تموتش الكلب. يبقى بنبع الجوم السرع في مويته. طيب الدجنز بتاعنا بسهل جدا. هناخد الهيستوري ان الكلب ده كل حاجة من اللي احنا قلنا عليها. او حد سلو سنان ومعجون سنان او هو كل معجون سنان. احنا شفناها. وعملت سبسي هتلاقي سرومبوسايتوبينيا. عشان 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 فاكتور زي احنا قلنا عليها. لو استروك جلوكوز في الدم هيطلع عنده هايبو جليسيميا. بيقولك بتاع الجلوكوز في الدم بتاع من تمانين لمية وعشرين ميلي جرام. هتلاقي الالتي زاد البيتي او بروسرومبين طايم زاد البيتي تي زاد. ممكن نشوف هايبر بليوروبينيميا. التريتمينت بتاعه. انا كاونر لو عايزة لحقي الكلب بتاعي في اللحظة دي. احكله عسر. جيب بطلوان عسر لديه معلقة كده هو ترفع عنده جلوكوز شوية. طيب انا بقى كدكتور اعمل ايه? لو الكلب ده عدى على البلعب بتاعه ده اقل من نص ساعة خليه رجعه. لو انا عايزة ادي له اقراسك اا فحم او عايزة اعمله جستر كلافاش هو مش مفيدين او في الحالة دي. طيب اعلق له جلوكوز او دكستروز متركيز خمسة وعشرين ميلي هو تركيز كبير شوية. بس احنا محتاجين ميلي او اتنين ميلي لكل كيلو بس هنديه اي في بولاس. يعني ايه? يعني هنديه دفعة واحدة مرة واحدة وعلى الريت بتاع المحليل. ما تداش حتة حتة يعني. بيقول لك التشنوجات دي المفروض لما نسبة الجلوكوز في الده ما تتضبط فالتشنوجات دي هتقل. عايزة ادي اي حازية ده ممكن تدي انتي كونفالتسان تدرك. الكبد بقى لو باز. بيقول لك ان ده ممكن تعمل حاجتين. اما تدي حاجة زي الاس ادينوزايل ميسيونين او بتدي ان استايل سيستاين بنفس الدوز بتاعة البرستامول السبع اللي احنا قلناهم او بالدوز اللي احنا قلناه. ده في الفيديو بتاع البرستامول ممكن ترجعوله. الاس استايل سيستاين ممكن اي فوار. والاس ادينوزايل ميسيونين في منه اقراس. بس جالية شوية. طيب لو انا عايز ادي ان استايل سيستاين او اي في. فعندي منتجين غاليين شوية. حاجة اسمها. والتاني اسمه. دول بيتاخدوا اي في. ممكن ترجع بتاعتهم برضو في كتاب زي بلمب. تقريبا بيقول لك مية وخمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام او دوز. وبعد كده خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام. الدوزات اللي بعدها. او الدوزات اللي بعدها. طيب الدوين دول هعملوا اي اصلا للكبد? لو تفتكت برضو فيديو البرس التامو التوكسيستي هم هيتزودوا الجلوتاسيون في الدم. طيب الجلوتاسيون ده هيتشتغل كايه? هيتشتغل كانتي اوكسيدنت. هيحمي خلايا اللي هيباتوصيد من التوكسينز او من الدس. فبالتالي انا كده حافزت على الكبد بتاعي. لو عندي مشكلة في الكبد فقلل اكل البروتين في الاكل عشان محملش على الكبد اكتر من كده. بس انا كده خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا من المرض ده او من الدوكسيستي دي. ونعرف لما جلنا قلت بالع معجون سنان او لبان يامل مع ايه في العيادة. وممكن نقول للاونر يامل مع ايه لحد ده ما جلنا. شكرا. اشتركوا في القناة